بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من بين ألاف الكلمات والألفاظ اختر الله تبارك وتعالى كلمة اقرأ لتكون أول كلمة تتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أول كلمة تشرفت بها الأرض من كلام رب العالمين كلمة اقرأ هي الشعاع الذي أنار المعمورة بنورها بنوره اقرأ مفتاح العلم الذي هو وسيلة فهم الدين والدنيا والآخرة مشاهدين الكرام انتم متخيلين كلمة بهذا اربحوا اقرأ ولكن لها ما لها ومعناها كثير جدا نتشرف اللي احنا سمينا البرنامج اقرأ من أجل هذه الكلمة من أجل العلم والتعلم والنور حاجة بسيطة كده أبدأ الحالة بتاعتنا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بدر الكبرى ماذا فعل في الأسرة في أسرة الكفار تخيل حرب وقتال وافتداهم بإيه افتداهم انه هو كل واحد عشان يفتدي نفسه يعلم عاشرة من أبناء المسلمين تخيل منزلة العلم والتعلم قد ايه يبقى المفروض أي دولة عايزة تتقدم وترتقي فوق الأمم لابد أن تهتم بالعلم والتعليم وأن تهتم بالمعلم جيدا مش هنطول عليكم نبدأ النهاردة وكالعادة نبدأ بفيديوهات أبنائنا الكرام أستاذ مخرجنا يجهز الفيديو تمام احنا المفروض نراجع الشدة ولكن أبنائنا الكرام هشام ومحمد أبنائنا الكرام أحمد محمد سعيد وصحر حازم وتقى أبو الغيط خمس سن ونص دولة هيبدأوا يرجعون لنا على الحرف المشدد أو الحرف المضاعف نشوف الفيديو ونرجع لك تاني اقرأ كاذ وفتحة كاذ دين دين شدة وفتحة شدة يعني؟ شدة يعني اتنان أما شوف الشدة عامل في ايه؟ فكة اتنان را فتحة را قد را قد را نون فتحة نا زاي شدة وفتحة شدة يعني ايه شدة يعني اتناف ما شوفي الشدة اعمل فا ايه فقدنا نزل لان فتحة لا نزل السلام عليكم اقرأ كلمات في عشد ودي وصو صلي قدرت نزل نزلت ذرة عم لما فكر احس احس احل فتم فصب لجة اقرأ 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 بسم الله من شاء الله ولا حلال اخذتها بالله ايه الجمل ده ربنا احفظكم ويعني بجد اشكر القائمين على تربيتكم وعلى تعليمكم احمد محمد سعيد وسحر حازم وتقى ابو الغيط وخاصة تقى ابو الغيط يعني ابدعوا فيه ويعني قرأوا الشدة صح برضو هنشوف دلوقتي اقرأ برضو بس قراءة القرآن الكريم طفل التوأم هشام ومحمد حازم والطفل تقى ابو الغيط حيقرأونا ما تيسر من القرآن الكريم وحن ايه وحنشوف بعض الحاجات اللي قرأوها يعني والاخطاء وحنعلق عليه نشوف الفيديو ونجعلوك تاني اقرأ 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنجيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا إنه إلا وعي يوحى علمه شديد الكوى زومرة فاستوى وهو بالأفك الأعلى ثم دنافت ثم دنافت دلع فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدهما أوحى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكلهما ذات اللومذا الذي جمع ما لو عدد يحسب أن ما له أخلد كلا ليم بدن في الحتمة وما أدراك ما الحتمة نار الله الموقبة التي تطلع على الأفدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم مشاهدين الكرام الشكر موصول لجميع الزملاء في الكنترول وخلف الكاميرات وكمان لأشبالنا الصغيرين دول هشام أنا مبسط منك جدا أنت المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت يعني الحروف اللي ثوية كنت فيها مش قد كده النهاردة تغلبت عليها بس في حاجة بسيطة جدا هي الطاق بتاع الصراط الطاق مفخمة ياريت ناخد بالنا منها محمد حازم برضو بسم الله بسم الله جميل بس الحروف اللي ثوية طارت منك الذال بالذات خلاص كده وكلمة وحي الحاء انت مش عارف يعني نقطع حاجة قريبة من العين كده تمام كده وكلمة عب عبده الباء الحروف القلقلة فلا بد أقوله عب عبده أو عبده عبده عب عب الباء موقع القلقلة طاقبة بسم الله بسم الله ممتازة جدا بس في يحسب أنا ما له يا أخلا ده اسمها يحس السين مفتوحة مش مكسورة انت كسرتيها تمام كده والحطمة الطاق الطاق دي من الحروف المفخمة حطة مش حتة حطة مش حتة الحطمة تمام كده وادراك الدال برضو من حروف القلقلة ادراك تمام كده احنا كده نبدأ بقى حصتنا النهاردة وأستاذ المخرجنا نروح على الصبورة ممكن ماشي بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هناخد حرف الايه حرف الايه حبيبي حلوين مم لا شوف أول خطأ لتموري النهاردة قال لي حرف العين قال لي العين لا اسمها العين اسمها ايه حرف العين عين عين حلو كده اسمه عين تمام عشان نعرف ننطقه بس حرف عين وهو من حروف المرققة هنشوف دلوقتي نبدأ نطلع كراسة شكل الحرف شكل الحرف ونكتب في شكل الحرف ازاي نتعلم نرسم حرف العين يلا هبايبي يا حلوين يا مقطقطين يلا هبايبي يا حلوين اول حاجة اول حاجة يا عم عزب عشان تكتب العين كويس في ناس بتعملها كده في ناس بتعملها كده وفي ناس بتعملها كده تمام كده بص يا عم عزب اهو كده ولا كده ولا كده صح كل ده خطأ يا حبيبي يا حلوين يا مقطط لا هي اربعة ولا هي مش على الفوق ولا هي تحت لا تعالوا نشوف نرسمها صح مع بعضنا وبطريقة سهلة وبسيطة جدا تمام كده يلا عم عزب عشان برضو انت برضو معانا تيه راجل محترم الناس المحترم مع عم عزب يا حضرات من الناس المكتهدة تمام كده بصوا عشان نتعلم حرف العين حبيبي يا حلوين او الصفحة العليمين في كراسة شكل الحرف تعالوا نشوف اهي عين منفردة تمام بصوا اهي نعمل ايه ده ايه ده عم عزب اتنين ده ايه اعمل رقم اتنين كده واخره على السطر اعمل رقم اتنين واخره على السطر تمام كده وفاكرين الفتحة والكسرة والضمه نعمل فتحة وكسرة والضم اهيه ايه رأيكم كده نبدأ بكده اتنين اخرها على السطر ونعمل الشرطة المايلة دي تمام كده نرزم تاني اتنين وشرطة مايلة زي الحمزة بتاعت القلب تيبكا تمام كده نعمل ايه بعد كده حبيبي يا حلوين مقطقطين بصوا اهو نكمل الدايرة نص الدايرة يعني ايه رأيكم ايه رأيكم في الرسمة دي عم عزب تاني اهو ده في الكراسة شكل الحرف على صفحة العليمين تاني يا حبيبي يا حلوين يمقطقطين ادي الاتنين اهي اتنين اهي رقم اتنين بالعرب تمام يكون اخره على الايه على السطر تمام والفتحة والكسرة والضامة اللي احنا قلنا عليها اهي اهي يا حبيبي يا رقم عزب في فكرة ماشي ونعمل ايه يا أولاد بصوا بصوا عارفين الحاجب بتاع الحاجب اهو ايه حاجب اهو ايه رأيكم تمام كده اهو تاني يا حبيبي يا حلوين اهو ادي اتنين واد الفتحة والكسرة والضامة هم نعمل ايه تاني يا حبيبي يا حلوين يمقطقطين نعمل ايه اهو تمام كده ده في الصفحة اللي علي ايه اللي علي مين يا حبيبي يا حلوين يمقطقطين تمام كده عايزين نعمل السطور ده كويس طبعا انا متعمد ان اعمل اعمل سطور عالصبورة علشان يا حبيبي حلوان نعمل ايه علشان كل الناس ما تنزلش من عالصب تمام كده الناس معي وليمش معي في الكنترول ناموا الاستاذ تعمل ليمش موجود ما مش مشكلة ايه ده واجي عندي في الستوديو ماشي يا طم تمام ادي العينة هي منفردة هي زي ما رسمناها طبعا عايزين يا استاذ تامر ماشي نروح فين ها العيني في اول الكلمة تعالوا نشوف كده هم ادي العينة هو في اول الكلمة هو اتنينة هي بدل بقى ما هنزل بيها شرطة كده لأ انا همشي بيها كده اهو اتنين والشرطة قبل الاتنين بشوية وامد بيها طب يا استاذ تامر هتتابع معنا هنقول لأ ولا تقعد بعيدا في الستوديو ماشي ادي العينة هي العيني في اول الكلمة هم اما عزب معايا هو اتنينة هيك تمام اتنينة اتنين تاني هرسمها تاني عشان لأستاذ تامر اهو تاني هرسمها تاني هم نرسمها تاني شاستامر عايز نرسمها له تاني عشان ياخد باله منها اهي اتنين اللي احنا عملناها هنا ادي الاتنين اهي تمام يا عم عزب تمام وبدل ما اعمل بقى شرطة النايمة دي لا انا اعمل شرطة على السطر اهو ده العين فين العين في اول الكلمة كلمة تب قللي ام عزب كده حرف العين في اول الكلمة كده كلمة كده فيها حرف العين في اول الكلمة كده يلا حبيبي يا حلون تمام كده اهي عين في اول الكلمة اهي عين فتحة ع بق فتحة با عابة ده الفتحة ده عابة ده شفت العين زي ما قلت كده كنت تفهمها حلو اتنين وفي أول الكلمة شهرتة كده العين في أول الكلمة مش من الحروف الرفاصة بتمسك في الكلمة الحرف اللي وراها تمام كده؟ تمام المشكلة دلوقتي بقى اللي هنجيبها دلوقتي يا عمد عزب حرف العين في وسط الكلمة ده اللي ايه؟ اللي بيزعى الناس كتير واحدة واحدة كده وتعالوا شوفوا معايا وحنعرف نرسمها ازاي بصوا معايا هتعمل شرطة كده حبيبي يا حل ناهم تمام كده؟ وهتعمل هنا بص بصوا كأنك هتعمل حق كأنك هتعمل ايه؟ حاجب برضو حاجب زي دهو بس مقلوب كده تمام كده؟ شوفوا بص بصوا حبيبي يا حلوين يا مطاطين وتيجي عامل كده اهو ما تنسلش بص فيه هنا اهو لو ما انت ملاحظ اهو فيه هنا سايب فراغه فيه فراغه تمام كده؟ طبعا مفروض تقفل ايه؟ تقفل العين تاني اهو مفروض تقفل ايه؟ العين تتقفل تمام كده؟ عارف ان رسمتها صعبة يا عم عزب صعبة جدا والله عارف بس واحدة واحدة اللي خلاك تعمل اللي خلاك تعمل الحاجب ده والحاجب في حرف الحق اه حاجب برضو تاني اهو اهو يا عم عزب تاني يا عم عزب اهو اهو كأنها هعمل ايه؟ ادي حاجب اهو قبل السطر بشوية أعمل دي تمام كده؟ تمام طب عايزين كده حرف العين في وسط الكلمة كده حد يقول لي كلمة كده يا الله حبيب يا حلوين أهو كلمة الله نور الله نور عليك إيه المذاكرة دي؟ قال لي تنمور إياك نعبد وإياك نستعين نعبد ونستعين برافو عليك والله أنت رائع والله تنمور بسم الله مشاء الله المذاكرة سكت بص أهو نع بص يا حبيب يا حلوين أم قططين أدي العين هي في وسط الإيه؟ الكلمة نون فتحة نا عين ساكنة نع بضم بو نع بو ده الضم دو نع بو دو أدي العين في وسط الكلمة واحد يقول لي يعني دايما يا أستاذ العين في وسط الكلمة ماسك في اللي قدامها والوراها؟ أقول له لا طبعا مش دايما في ساعات ممكن تيجي عادي زي العين داي إزاي يا أستاذ وانت بتقول لي حرف العين في وسط الكلمة فارد جناحاته الاثنين فارد جناحاته الاثنين لما الحرف اللي قدامه مش رفاص ولا اللي وراه ولا هو رفاص كده كده ما هوش رفاص تعال لك زي ايه كده برضو يلا هنا ألف همزة فتحة محمد عزك ومحمد شحات مثلا يعني تمام؟ لا حرف العين لو الجه حرف رفاص قدامه أهو الآلف رفاصة العين أهي حرف العين يبقى ممكن تيجي بالشكل ده وممكن تيجي بالشكل ده تمام كده؟ طب حرف العين في آخر الكلمة يا أستاذ أهو بصوا بصوا معايا عشان بيطلق باطوا فيه كتير بصوا أهو نفس الموضوع أهو أدي لإيه؟ الحاجة بيعم عزب أهو وأهو تمام كده؟ بس بقى بأعمل إيه بقى يا حبيبي؟ بأعمل هاجزة دي كده تمام؟ أعمل إزاي؟ أهو بصوا حبيبي حلو كده أهو أهو ايه رأيك ده حبيبي؟ أهو أدي حرف العين تاني يا حبيبي تاني يا عالش أنا عارف أنه وصعب شوي أهو ماشي؟ وترجع كده أهو وتجي عمل كده ماشي؟ هي بس المشكلة دي وتجي عمل نفس الإيه؟ أهو نفس اللي هو الحاجب ده اللي هو نص الدايرة ده أهو تمام كده يا حبيبي؟ أهو هده حرف عيني فين؟ في آخر الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص زي إيه كده حبيبي يا حلوين؟ يلا كده زي إيه حرف في آخر الكلمة؟ الله ماشي لا بص حبيبي بص واحدة واحدة يا تامور جوع هنا منفردا ماشي شوف هنا فليدعو نادية بسم الله من شاء الله تاني إيه تامور ده أنت عم مذكر من وراننا اللي؟ أهو أهو فليدعو وعلى فكرة برضو فليدعو برضو المفروض هنا ماشي برضو أنت كده إيه؟ بعوص غلاطي أنت النهارد بص حبيبي جامعا أهي جامعا أهي ماشي؟ جم فتح جا منفتح ميم ما جامعا أذي عين مفتوحة إيه؟ جامعا تمام؟ فيه برضو إيه ولاد بصول هنا مثلا منعا برضو نفسي حكاية إيه؟ منعا تمام كده؟ أذي حرف العين في آخر الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص طب يا أستاذ حرف العين يا أستاذ لو جي في آخر الكلمة هيبقى منفارداً زي دا تمام كده؟ أهو نعمل إيه؟ هيترسم إزاي؟ أهو اتنين اللي احنا قلنا عليها خاص يا معزب وادي الفتحة والكسرة والضام تمام كده؟ وادي النص دايرا إيه ركع ماذا في الاسمة؟ تمام الله نور عليك يا حبيب والديك يبقى مثلاً زي كلمة إيه يا حبيبي هنا؟ ماشي؟ مثلاً يا حبيبي حلوين الكلمة القرآنية هي سَنَدَعُو أدي العين هي منفاردة هي يا حبيبي حلوين تلسمتها هي زي دي كده تمام كده؟ يبقى كده اتعرفنا على حرف العين في أول الكلمة زي عابد حرف العين في وسط الكلمة زي نَعْبُدُو وكلمة أَعْبُدُو أَعْبُدُو لَوْ سَبَقَهَ حَرْفِ رَفَّاص الألف رفَّاصة العين نَعْبُدُو مَا سَبَقَهَشْ حَرْفِ رَفَّاص يبقى مسكة في اللي قدامها والوراها تمام كده؟ حرف العين حبيبي حلوين في آخر الكلمة زي جَمَعَ مَنَعَ وحرف العين لو سبق حرف من حروف الرفواصة حبيبي حلوين زي سَنَدَعُو وزي جَامِعُ لا جامِعُ هنا في حرف العين التاني في العين دي سَنَدَعُو مِن جُوعٍ ماشي يا عم ماشي يا سيد يا رأيكم حبيبي حلوين يا مقطاطين كده تعرفنا على شكل حرف العين وركزوا فيه أنا عارف إن حرف العين في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة دا عارفوا والله إنه صعب شوي لكن بالتدريب أولياء الأمور يمسكوا كل رأسة كده النهار دا وطول النهار يرسمي حبيبي حرف العين يرسمي حبيبي حرف العين تمام كده؟ هاتولوا بقى أي حاجة هاتولهم أي حاجة هاتولهم يعني كفؤوهم بأي حاجة المهم يرسموا حرف العين بأي طريقة مش عايزين بقى إيه يعملوا حرف العين كأنه في أول الكلمة لا عودوا من صغر وكده يرسم الحرف كويس تمام كده حبيبي حلوين يا مقطاطين ندخل بقى على إيه على صوت حرف صوت حرفي ليه يا عم عزب صوت حرفي لا عين إيه إحنا عملين بقى لنا ساعة من التكلم يا عم عزب تقولي عين اسمه عين اسمه إيه عين ماشي؟ يلا تنمور انت نايم النهاردة ليه؟ تنمور مش معايا ليه؟ جاب ماشي عايزي الوقت ساعتين ماشي؟ أنا عايزي الوقت يطول عشان إيه؟ حرف العين ده عشان ألحق أشرحه تمام لو بدأنا كده حبيبي يا حلوين في صوت حرف العين صوت حرف العين يا عم عزب مثلا عايزين مثلا نتحرك حرف العين نعودين نمطقه ننزغزاغه يعني ولا نضربه ولا نعمل إيه؟ بسم الله ما شاء الله تعالوا يا الله كده بالحركات الله نور عليه الحركة القصيرة والحركة إيه؟ الطويلة وفي سكون وفي ماد وكده تعالوا بقى نشوف كده حرف العين بالحركات القصيرة يا حبيبي يا حلوين عين فتحة عين فتحة عان عين كسرة عين ضمة تمام الله ينور عليه عين فتحة ع حرف العين يا عم عزب من حروف المرققة ما ينفعش أقول ع ينفع أقول يا تامور ينفع أقول عارف ينفع عرفاء ع بابتسم وأنا بقولها يا تامور ع ع ع أيوة طيب عين فتحة يا تامر عين فتحة ع عين فتحة عين فتحة عين فتحة عين كسرة ع عين ضمة ع الله ينور عليه ع ع ع تبديه حركات إيه تامور حركات قصيرة فتحة كسرة ضمة حركات قصيرة تعالوا نجيب مثال كده على عين المفتوحة كده تامور يلا حبيبي يا حلوين يما أطأطيني يلا زي إيه مثلا يا حبيبي يلا جامعا جامعا ماشي وزي عبدا بربو عليك يا تامور إيه ده والتامر ده مذكر أنها ضعوا ليه شطور يا تامور عبدا بص تعالوا تعالوا نطول كلمة واحدة واحدة كده الكلمة دي ياريت تملوها لأبناءك وما تقولش إيه اكتب حبيبي تعاله وتمسيك كده من شاره تعاله عود هنا زي تامر كده ماشي ومع المريان تعال ياخده كده من شاره تعال أكتب الكلمة دي لا يا حبيبي بص يا أولياء الأمور ده كلامي لأولياء الأمور تمام كده جيم فتحة جا جيم فتحة جا جيم فتحة جا تمليه كده ميم فتحة ما جا ما عين في آخر الكلمة حبيبي عين فتحة ع جا ما ع تمليه بهذه الطريقة الحادمة يتقن الكتابة والإملاء عين فتحة ع با فتحة با ع با دا الفتحة دا ع با دا تمام كده حبيبي حلوين يلا ما أططين عين كسرة ع عين كسرة ع تعالوا نشوف كده مثال على حرف العين كده حبيبي حلوين يلا حبيبي حلوين يلا كده عمارة مثلا يلا حبيبي أدل عين هو ماشي أدل عين هنا أدل عين فتحة أدل عين هنا حبيبي حلوين شوفوا عين كسرة ع من فتحة ما ع في مد بالألفة هو عمارة فتحة ر عمارة تأمر بوطة ضمه تو عمارة ايوة الله ينور عليك بص حبيبي حلوين نشوف كلمة تانية كده بصوا لي هنا اهي حد ينطقها لي كده يلا عين كسرة برضه بص حبيبي حلوين ومقططين هنا في عين كسرة هي ماشي بس في قبلها حرفينه نون بعدها مد بالألف نون فتحة نا بعدها مد بالألف نا عين كسرة ع يبقى نا ع مين فتحة ما نا ع ما تأضمه تو يبقى نا ع ما تو تمام وتتملها له بهذه الطريقة بواحدة وحدة تمام كده يالله حبيبي حلوين قدر عين المكسورة هي تمام كده عين ضمه عو عين ضمه عو يعني ليه مضمومة عشان بضم بقى وانا بقولها تمام كده حبيبي زي ايه مثلا كده حبيبي حلوين يام قططين يالله شوفوا الكلمة دي جو جو ع اهي جم ضمه جو بعدها مد بالواو جو عين ضمه ع جو ع جو ع تمام كده ومثلا برضه كلمة تاني اهيه بص حبيبي حلوين سم فتحة سا تمليها له بالطريقة دي كده نوم فتحة نا سا نا دل سكون ند يبقى ساند ساند عشان ده مقلقلة ساند عين ضمه عو ساندعو ساندعو الزبانية ساندعو ساند اهو تمام كده كده حبيبي حلوين عين فتحة ع ودي مثال عليها جمع وعبد عين كسر ع زي عمارة وناعمة عين ضمه ع زي جوع وساندع تمام كده طيب احنا قلنا عين فتحة يعني اه ع عين كسر يعني اه ع عين ضمه يعني اه طيب يا تمور دي حركة قصيرة صح عايزين نطولها نعمل ايه عايزين نمدها هم طيب حركة طويلة نعملها ايه لا يا تمور الفتحة بتحب المد بالالف يا تمور ايوه يا الله حبيبي يا حلونا مقطعطين ادي العينة هي ماشي لو عاوز تامر يا سيد تامر لو عايز تدخل مداخلات مش مشكلة للتلميذ الطلبة يعني يبقى معنا مش مشكلة ماشي حبيبي يا حلوين عيني بعدها مد بالالف ع يبقى المد بالالف بيحب الفتحة والفتحة بيحب المد بالالف وهنكتب كتابهم قرائب ان شاء الله يلا حبيبي يا حلوين ع لا بقى ممكن ييجي كده ممكن ييجي كده عشان ما ينبصش لا يلاقي واحد كتب في اخر الكلمة ع بالطرق دي كده دي اهي المد بالياء في اخر الكلمة هون تمام كده طيب عين ضم عو عين ضم عو نمدها بيه يا تمور دي يا تمور الله ينور عليك يا حبيبي والديك عين ضم عو نمدها بالو عو طيب عايزين كده تمور عين فتحة ع بعدها مد بالالف ع عين كسرة ع بعدها مد بالياء ع عين ضم ع بعدها مد بالو ع عايزين ميسال يا تمور على العين بعدها مد بالالف يلا كده حبيبي برافو عليك يا حبيبي والدي ع عين فتحة ع بعدها مد بالالف ع ب أهي يا طمور أهي عيني بعدها منذ الألف عا بقى كسرة بي عا بي ده الضم دو عا بي دو أهي ماشي طب مثال كده بعدها مادي بليأي يا طمور كده ماشي في أمثلة كتير يا حبيبة حلوني عيد وسعيد ووعيد تعالوا نشوفوا إيه ماشي ماشي أهي يا طمور والله ما حاكسي فكاها هون أهي تعالوا ننطقها مع بعضنا كده حد كده ما لو فيه مدخلة نخليه ينطقها نوم فتحة نا عيني كسرة عيد بعدها مادي بليأ نعيد ميم ضامة مو يبقى بصوا معايا نوم فتحة نا السلام عليكم أحمد السلام عليكم أهي أهي أبو حميد أهي منين أبو حميد أنا أحمد من عارف انت أحمد والله أنا أحمد وصاح منين يا أحمد الحمد لله لا بقى نقولش تابه ماشي الحمد لله رب العالمين بص يا أحمد انت في سنة كم يا أحمد عندك بسنة خمسة عندك خمس سنين ولا في سنة خمسة 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 تمام يعني تعرف تقرأ أي كلمة من على الصبورة كده الصبورة قدامك هي اقرأ اقرأ الكلمة اللي تعجبك أهي بصح بي أهو أهي كلمة هي ههي كشها أحد غشك بص حبيبي بص حبيبي أيوة 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 لا لا أيوة بص بص بقى اسمعني بقى يا أحمد بقى اسمعني بقى يا عم اسمعني بص حبيبي بص بعد الجيم مد من واو بص حبيبي هل أنا حطيت أي فتحة كسرة ضم على واو ديت؟ ما حقتش عليها حاجة ماشي يبقى ما تتنطقش خالص يبقى ديه مادة يا حبيبي بص جيه مضمة جو الواو هنا معليهاش أي حاجة والحرف اللي قدامها على طول عليه ضمة يبقى ديه مادة بالواو معلاش تشكل المادة ما بيتشكلش جو عو شكراً أبو حميد نكمل نكمل شوف هنا مادة بالياء نوم فتحة نا عيني كسرة عي نا عي بعدها مادة بالياء نا عي مي مضمة مو نا عي مو يلا بقى كده نشوف مثال على العين المضمومة عيني ضمة عو عيني ضمة عو بعدها مادة بالواو عو يلا كده الله ينور عليك يا حبيب والديك تب خلينا بقى في ألا سعود يلا هبايا حلوين يلا تنمور يقرأ لي كده سن ضمة سو عيني ضمة عو سعود بعدها مادة بالواو يبقى سعود ده الضمة دو سعود دو معنا لسؤادة صحر السلام عليكم سحور صغيرة علي ماشي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام وانت منين ماني سويف اه انا صح اه صحور من ايه صحور من منوفية من منوفية من منوفية من بيرك السابة احسن ناس بيرك السابة واحسن ناس المنوفية تمام كده عندي كم سنة حبيبتي خمس سني عسل 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 طيب اه اديك اي كلمة تقرأيها صور صور ماشي طيب كلمة عليها اديك ايه اه يلا يا عم عزب كده اه تهللها كلمة دي يلا قرأي يلا يا صحور عيني فتحة عسل عسل بيرك دو برافو عليك برافو عليك يا حبيبتي لديك والله ربنا نحفظك يا رب شكرا شكرا صحو تمام كده حبايب يا حلوين خدنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة ادي عين بعدها مدو الالف عابدو وعين بعدها مدو الياء نعيمو وفيه مثال تانية تنمور كده عشان الناس تعرف هنا المدو الياء لاحظة لاحظة واحدة هنا نعيمو فيه العين دي في اخر الكلمة الناس كلها هتعمل ازاي هتكتب لو انا قلت لها حرف الياء في اخر الكلمة ماشي ماشي حبيب احلم بصولي كده بصولي كده يا الله رق 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 لا رقاية 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 سلام عليك رقاية ايه مبسوطة انا بدلا لك بلوك رق رق انا اه رقاية اقرأي الكلمة دي ممكن نوطي بصي يا ام رقاية نوطي بس التلفزيون شوية ماشي ونسمع من التلفزيون من التلفون تمام كده يالله حبيبتي يالله كده يالله كده ارق رق يالله ارق رق كده الكلمة دي لا 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 اللي تحتها يا حبيبتي هو يقفلي بصي وطي التلفزيون يقولك يقفليه خالص وطي التلفزيون شوية ممكن ممكن نوطي التلفزيون شوية بس ويسمعيني من التلفون يالله حبيبتي يالله قرأيلي كلمة اللي تحت نعيم دي بقى يالله مد بالياء برضو اهو بس اخذ الكلمة يالله حبيبتي ساحي بص واحدة واحدة لا 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 لا.. قولي يا حبيبتي كريم معي ما تسمعينيا حبيبتي بس اسمعيني سحي فاتحه سحي فاتحه قولي معايا سحي плأيلي سحي فاتحه يا رق رق تعبه فيلي يا رق رق إن سحي فتلك ما يسمعين من التلفزيون بصوا حبيبتي يا حيبي في مد بالياء هنا اهو في مد بالياء في اخذ الكلمة عشان بس من اطلغبطش بالماد بياء ده والماد بياء فيه ناس بتغلط يا معزب ويعمل لي كده لا يا بقى مش عارزين تصنع دلوقتي لحظة نخلط بس دي بس فيه ناس بتكتب يا تامور الماد بياء كده في آخر الكلمة ينفع الله ينور يبقى كده ايه كده غلط اهو سيم فتحة سيم فتحة بعدها نبدو الألف ساء عين كسرة عي يبقى ساء عي تبلعين هنا بعدها ما دي بياء نقول ايه ساع 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 البريد مثلا ساع الله ينور عليك يا حبيب والديك خلاص كده اخذنا الحركات القصيرة والطويلة يلا ناخد السكون كده حبيب يا حلوين يلا عشان الحصة هتنتهي بسرعة كده والمخرج وعفلنا على الباب ومش عارف يعني نفسي كده والله ناخد يعني سعتين ثلاثة يلا حبيب يا حلوين يلا أطاطين كده يا ماتي الله ما دخل مكالمك كده وانا بعمل كده يعني امسح الصبور المفروض تيجي تمسح اقا يلا حبيب يا حلوين يلا معنا هشام يلا السلام عليكم ازاك يا أستاذ موح ازاك يا هشام عامل ايه وانو في اخبارها ايه محمد الله كله تمام ماشي ممكن انا هتكلم منها ومحمد اخوي انتو الاتنين يعني انتو الاتنين توقم في الفيديو وانتو الاتنين توقم في الاتصال مش عارف شو يعني انا بشكرك جدا يا الله يا هشام هشام ومحمد حازم هشام حازم ومحمد حازم بشكره جدا ومبسوط به جدا 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 حقيقة يعني اللي انتو بيتتابعوا وكمان ايه بيتحاولوا تصححوا الاخطاء يعني اشكر والدتكم واشكر والدتكم انهما مهتمين هذا الاهتمام معايا يا هشام ولا فصل انا معايا بيقصر طب هكتب لك كلمة بقى وقطعها لكده هشام ماشي ماشي تلع سنة كامية هشام قلتليه عشان انسيت قول يا هشام ايوه معا انتو في سنة كامية اتنين عشان نسيت تسعة سنوات سنة تلتة تلتة وقديكوا كلمة تقرؤوها تانى مفروض قديكوا اعراب تمام كده طب يلا بقى انا لأ عشان انت كبير عشان انت كبير حاكتدي لك كلمة تقطع هالي بقى انت رجل كبير اهو تراجل كبير يا عامل تراجل كبير يا عامل ده انا كنت فاكر وما الفن اختك فين اختك السايرة صحر اتكلم صحر اتكلم والله ننفع يلا يا شام انت ام محمد اطعوا لكلمة دي كده ويا ريت يا ام محمد ما تغششوش يلا اطعوا لك حلل احلل لا اقرأها الاول بقى كحللها اططام مرابو عليك يا حبيب والديك يلا اطع كده بقى ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أعمل إيه ثاني بقى والطاق والألف مع بعض على الله ما ورعليك يا حبيب والديك يلا تاني غلطة حبيبي تاني غلطة أطام أهيه الطاق والألف والمين مع بعض أطام وقط على طول حلو كده بقى إيه بقى والمين والمين مشد الوحد والمين مفتح الوحد الله ينعر عليك الطاق والطاق كم أقطع كده حبيبي كم أقطع أربعة مرابع عليك شكرا متشاكرين جدا أستاذلك بس يا أستاذ ثامر عشان نخلص شرح السكون تمام كده طمور لا مش عايزوين بقى اتصالات بقى لا 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 عشان بس نخلص ماشي حبيبي حلوين عشان بس معلشي معلشي أعتزل فعلا عن الاتصالات والله يقول نفسي بساعتين اتصالات لكن عشان بس ألحق أخلص السكون والحرف المشدد قبل الحلقة ما تخلص ماشي تمام كده ممكن ناخد عشر ده بعد ده عادي ماشي حبيبي حلوين يلا الحرف الساكن يا تمور هذه العين هي الساكن أعرف أنطق لوحدها ليه الله ينور عليك يا حبيبي وليدك حرف الساكن حرف انت لضعيف بص حبيبي آهو يلا كده يلا انطقها لي يا تمور آلف همزة فتحة آه عين ساكنة من فاشا انطق لوحدها آع تمام تبلو إيه يلا إع تبلو أوه يبقى آع إع أوع طيب لو مسلا 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 عشان إيه رأ فتحة رأ تب عين ساكنة رأ رأ طيب تبلو ري الله ينور عليك تبلو رو أيوة العين الساكنة أو أي حرف ساكنة حبيبي يا حلوين يا مقططين ما ينفاش ننطق لوحده لابد أن يجيب حرف قوي يسنده أهو جبنا الرأ مثلا رأ فتحة رأ عين ساكنة رأ 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 كسرة ري رع رأ ضمة رو عين ساكنة رع طيب ماشي ده إيه السكون وعليه بقية الحروف كلها تبعا عاوزين نسألي يا تنمور كده على الحرف الساكن عشان ننجز يا تنمور بصوا حبيبي يا حلوين أهو عاوز حد ينطقوا يا تنمور بس مش بجمهور انت تمام كده بصوا حبيبي يا حلوين في ناس الهمزة بتجي تايبها خالص نهائي وما بتعرفش تنطقها لا بصوا بصوا موضوع سهل جدا يا حبيبي انطقوا مع الحرف اللي قدامه إزاي يا أستاذ ألف همزة فتحة أ عين ساكنة أقول إيه أب لا أقول أت لا ده حرف العين يا أستاذ لابد أسمع صوت حرف العين وأنا وقف عليه تمام كده يبقى ألف همزة فتحة أ ألف همزة فتحة أ عين ساكنة أع 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 ماشي أع بقى ضم بو يبقى أع بو ده الضم دو أع بو دو الله ينور عليك يا حبيب والديك طب يالله مثال أخير كده يالله بصوا حبيبي يا حلوين هم المثال برضو على حرف العين بص بص الكلمة دي كده حد يستهجالي الكلمة دي كده يا الله أحبابين ألف همزة كسرة إي ألف همزة كسرة إي عين ساكنة أع ر فتحة ر يبقى أع ر بعدها بات في الألف ر إع ر بقى ضم بو يبقى أع ر بو تمام الله ينور عليك وكده يبقى بقى إيه إيه الشدة يالله كده حرف العين المشدد بصوا حبيبي يا حلوين احنا اتفقنا شدة يعني اثنين شدة يعني ما آه بصوا لكده آه حد ينطأ للكلمة دي الحرفين دول ها يالله قول كده لا 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 مش أع 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 أيوة أيوة يا تامور اسمعني عين مشددة بص بصيني هنا آه آه هنا فيه اتنين فيه عين ساكنة وعين متحركة آه تمام كده ولا لا ماشي ماشي بص بص يا تامور اللي ناس اللي اللي ممكن تهرج أو كذا في الألفاظ دي ده عشان أعرف الطفل بينطأ إزاي ما فيش أحد يقولك أنت كاتب ألف ح ولا كاتب ألف عين مش عيب لا أنا بعلم الطفل إزاي ينطأ الحرف تمام كده عشان أقولي الأمور وكل الناس تفهم الحتة دي فقط أنا بأسس أنا بعلم الطفل إزاي ينطأ صوت الحرف كويس تمام كده طيب هنا هي هنا شدة وفتحة هنا شدة وكسرة آه 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 هنا هو آه فهمزة كسرة إيه شوفوا العين هي مرتين ما هي بقى التانية إيه الله ينور عليك سكون وكسرة شدة وكسرة سكون وكسرة شدة وفتحة سكون وفتحة تمام كده طيب يلا أنطأ لكده حفظين ده عشان أعودك بسرعة كده هم يلا أعو بص ألف همزة ضمة أو عين مشددة شدة وضمة يبقى اتنين يا أستاذ أفكهم أعو تمام كده عايزين بيسال عليها عشان الناس تشوفها على الطبيعة تمام كده علشان مفيش حد يقولي انت إيه أعا وإعو وأعو ده أستاذ محسن وكعا وكعو وكععا كععا لا تعالوا نشوف كده بصوا كده يا حبيبي في القرآن الكريم قال إيه لا 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 يا أستاذي فيه شدة عين مشددة تمام كده آه انطأ يا تنمور كده يلا يا دعو اليتيم ما انتش فاكرها ولا يا تنمور بص يا تنمور يا فتحة يا ده الفتحة ده يبقى يا ده على فكرة ضمة دي ماشي يا فتحة يا ده الضمة دو يا دو قال لا طب هنا يا صح وهنا ده الضمة وفيه عين مشددة يا أستاذ يبقى يدعو لا 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 خاطئ يا تنمور الله ينور عليك يا حبيبي والديك أيوة كده برافو يا تنمور حرف العين يا أستاذ مشدد يعني اتنين أفكه تمام كده الشدة أفكها على طول اسمه حرف مضعف أو حرف مشدد يبقى العين هنا اتنين يا أستاذ واحدة ساكنة والتانية متحركة متحركة يعني يا أستاذ يعني فاتحة كاسرة ضمة تب هنا شدة وضمة يبسكنه أيوة يدعو يدعو اليتيم يدعو أدلياء وددال ضمة ودلعين سكون ودلعين ضمة يدعو تب يلا مثال على الشدة تاني كده يلا حبيبي يا حلوين بص حبيبي بص الكلمة دي لا 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 انطعلي كده تنمور كلمة دي لا من نطعها جنبك من غشيسك بص يا تنمور ما تغشيش فيه ما تغشيش فيه فاشي فأ فتحة أيوة عيني مشددة بص بص شوف اعمل كده في دماغك كده فأ فتحة العين دي يا أستاذ اتنين شدة يعني اتنين ايه يا أستاذ يعني اول منها ايه ساكن فع والتاني متحرك مفتوحة ليه يا تنمور علشان هنا شدة وفتحة يبقى شدة يعني اتنين سكون ومتحرك لو شدة وفت أيوة في بعدها مد بالالفة هو فع لم ضم لو درابع الله ينوى عليك يبقى دعو فع لو الشدة يعني اتنين شدة يعني اتنين يعني الحرف الواحد بكرره مرتين بس الاول منه ساكن والتاني متحرك تمام كده طب يلا كده يا تنمور مثال كده هو هنا نختم لسه بدري يعني طب اخر حاجة اخر يلا تقطيع كده على الماشي يلا احنا خدنا هنا خدنا هنا كلمات ماشي عشان بس ما فيش حد يشوفها فعاله هنا عاوزك يا تنمور تامر عاوزك تقطع هالي بسرعة كده يلا يلا حبابي حلوين احنا يلا حبابي تماما عاوزك تقطع فعاله ايوه فتحة ايوه نعمل فيها ايبا ده ده بالعين سكونة ايه والعين المفتوحة ايه اعمل يبقى فيهم لا دلوقتي العين ساكنة العين ساكنة يبقى فع بص الحرف الساكن الحرف الساكن ضعيف فيين فتقطيعه وفنطقه بص فع وهنا يا استاذ هتعمل اقطاعها ازاي ايوه المادة بالالف يا تامور برافو عليك اه فع الله نرأيك بص حبيب اهوه تاني تاني اهوه الفاء اهيه حبيبي اهيه والعين اتنين ماشي عين ايه اهيه ماشي اهيه اهيه حبيبي حلوين يبقى العين هنا فكها اتنين واحدة ساكن وواحدة متحرك العين الساكنة راحت مع الفاء عشان ضعيفة يبقى فع والعين دي المادة بالالف جيه مع العين المفتوحة يبقى فع ع لو كم مقطع هنا حبيبي حلوين واحدة اتنين ثلاثة الله حبيبي حلوين كده تمام كده يبقى كده النهاردة كده ايه انجزنا حرف العين يا حبيبي حلوين استأذن مخرجنا اروحها صبورة اروحها على هاي تيبل ويبقى خلينا كده ماشي مفيش مشكلة تمام مشاهدين كرام كده اتعرفنا على حرف العين شكل حرف العين فاول كلمة فاول كلمة وفي أول كلمة في وسط الكلمة في أخر كلمة تعرفنا على الحركات القصيرة الفتحة والكسرة والضمة تعرفنا على الحركات الطويلة إلى مد بالألف ومد باليواء ومد بالياء وتعرفنا على السكون وتعرفنا على العين المشددة مشاهدين الكرام فيه رقم واتساب 0021 23 23 يريد أن نتواصل عليه إلى أي حاجة في النحية التأسيس أنا تحتمركم فيديوهات لأبنائكم عشان نشجحهم على العلم والتعليم تمام كده أشكر جميع زملائي في الكنترول وفي دارة الاستوديو وعم عزر طبعاً اللي هو تلق معي هنا مشاهدين الكرام أشكركم لحسن متابعتكم وإلى أن أنتقل بكم الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته